قال وانهي إن سيشل لؤلؤة على المحيط الهندي وعضو هام في تضامن وتعاون العائلة الكبيرة الصينية الإفريقية وكذلك دولة لها علاقة صداقة وطيضة مع الصين ويمثل هذا العام الذكرى الخامسة والأربعين لإقامة العلاقات الدولماسية بين الصين وسيشل وتعاملت الدولتان مع بعضهما البعض على نحو المتساون وحققتان نتائج مثمرة في التعاون العملي وقدمتا نموذجا جيدا للإخلاص والصداقة والنفع المتبادل والنتائج المربحة للطرفين بين الدول الكبيرة والصغيرة بحسب وانغ وأضاف وانغ نؤمن بأن سيشل ستواصل دعم الصين في القضايا المتعلقة بالمصالح الجوهرية الصينية ونحن مستعدون لاستغلال فرصة البناء المشترك لمبادرة الحزام والطريق وتطبيق نتائج قمة بكين لمنتدى التعاون الصيني الإفريقي فوكاك لدفع تعاوننا إلى مستوى جديد وبناء مجتمع مصير مشترك للجانبين في ضوء الحاجات التنموية الاقتصادية والاجتماعية لسيشل ولفت إلى أن الصين تتفاهم بشكل كامل الرغم العاجلة لدول الجزر الصغيرة في مواجهة التغير المناخي وسيوقع الجانبان اتفاقية تنفيذ بشأن إنشاء مناطق نموذجية منخفضة الكربون في التعاون الجنوبي جنوبي وتعد سيشل دولة قائمة على السياحة والصين على استعداد لتشجيع المزيد من السياح الصينيين للذهاب إلى سيشل بعد السيطرة على مرض فيروس كورونا الجديد وقال وانغ إن الصين مستعدة للاستماع إلى وجهات نظر سيشل والعمل مع الدول الإفريقية للإعداد لدورة جديدة لمنتدى فوكاك والموائمة بين الاستراتيجيات التنموية وتعميق التعاون الدولي بشأن الحزام والطريق ودعم التنمية الإفريقية والنهوض الإفريقي وكذلك التنمية المستقلة والمستدامة وتحديث التعاون الصيني الإفريقي وتعد الصين سيشل عضوا هاما في المجتمع الدولي ومستعدة للعمل معها لدعم التعددية والإنصاف والعدالة الدوليين وحماية الحقوق والمصالح المشروعة للدول النامية بحسب وانغ ورح برام كالاوان بحرارة بزيارة وانغ إلى سيشل قائلا إن هذا يظهر الدعم الصيني لمكافحة سيشل للمرض وأكد على الصداقة التقليدية بين الدولتين وأن الصين كانت من أولى الدول التي اعترفت باستقلال سيشل وتوجه بالشكر للصين على الدعم طويل الأمد والقيم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لسيشل خاصة عندما وفرت الصين دفعات من لوازم مكافحة المرض لسيشل خلال انتشار المرض ما لعب دورا هاما في مكافحة سيشل للمرض وأضاف أرغب بنفسي في تولي المبادرة في تلقي لقاح الصيدي وتابع قائلا إن سيشل تعد الصين شركة تعاونية هامة وتتفق بشكل كامل مع مقترح التعاون البراغماتي الذي طرحته الصين الأمر الذي سيلبي حاجاتها وستواصل سيشل الالتزام بمبدأ الصين الواحدة وفهم ودعم الموقف الصيني المشروع وتعزيز التنسيق مع الصين في الشؤون الدولية وحماية الحقوق المصالح المشروعة للدول النامية بشكل مشترك خاصة الدول الصغيرة والمتوسطة اشتركوا في القناة